اشتركوا في القناة الوطني في برغيته اسمى آيات التهاني والتبركات لمقام جلالة الملك المفدى السامي بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة روليكس لسخير الكبرى لبطولة سباقات الفورميلوان وذلك على المضبار الخارجي لأول مرة على حلبة البحرين الدولية وقال سموه إن هذا النجاح في هذه الفعالية العالمية يأتي امتدادا للإنجازات الحضارية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة في ظل عهد جلالة الملك المفدى الزاهر والتي حظيت بتوجيهات جلالته النيرة ودعمه الكريم اللامحدود كما أشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالجهود الكبيرة والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله والتي كان لها بالغ الأثر في إبراز هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة دعين المولى عز وجل أن يرعى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعنايته وأن يشمله بتوفيقه وأن يحقق دوما على يده وفي ظل قيادته الحكيمة المزيد من الإنجازات الحضارية والرياضية العالمية